الأخبار اللي عندنا النهاردة كتيرة جدا والحقيقة الأخبار في العالم كله في المنطقة العربية وحتى عندنا في مصرع الصعيد المحلي جدا الأخبار كثيرة ودسمة جدا لكن كان من المستحيل أن احنا نبدأ هذا اللقاء بحضراتكم دون الإشارة إلى تلك الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها النظام التركي في حق الإنسانية وهذه المرة يرتكبها النظام التركي في حق الأقراض في منطقة عفرين شمال غرب سوريا الحقيقة أنه النظام التركي قام بقصف هجومي عسكري لهذه المنطقة بالغازات السامة الكيموية رغم أنها من الأسلحة المحظورة بموجب القانون الدولي ولم يتوقف الجيش التركي عن ارتكاب ممارسات كثيرة جدا بحق الأقراض والحقيقة أنه إدارة مدينة عفرين السورية بتصر بشكل ملحق جدا على فتح تحقيق دولي في هذه الجريمة اللافت للنظر في هذا الموضوع ولمن يتابع ما يحدث في مدينة عفرين السورية أنه إردوغان الذي بدأ هذه العملية الإجرامية ضد أهل هذه المنطقة المدنيين والأطفال والشيوخ والكبار والرجال والنساء والشباب وكل من هناك في هذه المنطقة يقوم بضربهم بالسلاح الكيموي المحرم طبعا دوليا والتي بدأت هذه العملية منذ 20 من يناير الماضي اللافت للنظر أنه اختار اسم غريب جدا ليطلقوا على هذه العملية قرر أنه يطلق على هذه العملية العسكرية اللي بالغازات الكيموية السمة المحرمة دوليا عملية غصن الزيتون طبعا عملية غصن الزيتون يعني رمز السلام يتحول بذلك هذا الرمز للأسف الشديد إلى رمز للضمار والاحتلال الحقيقة أنه أكتر من شهر الآن مر على هذا القصف خلف خلاله المئات من الجرحة والقتل من المدنيين العزل هجوم وحشي لا يرحم لا طفل ولا امرأة ده غير طبعا نزوح الآلاف من عفرين اللي كانت مشهورة يمكن لغاية ثمانيات القرن الماضي في الكتب المدرسية السورية باسم جبل الأكراد أو كانوا بيقولوا عليها جبل الأكراد الحقيقة أنه هذه العملية الغشمة ما بين يعني ربما استنكار بعض الدول ما بين يعني بعض الإدانات الخفيفة أو البسيطة جدا التي يعني قام البعض بإطلاقها إدانة لهذه العملية لكن في النهاية نجد أنه المجتمع الدولي لم يتحرك بشكل كبير جدا خلونا سريعا لمن لا يعلم نذكر بعض الحقائق والحقيقة هذه الحقائق ربما أخذناها نقلا عن بوابة العين الإخبارية بعض الحقائق من ستة حقائق عن عفرين السورية لأنه مصطلح أو اسم مدينة عفرين هذه الأيام في نشرات الأخبار ووكالات الأخبار والمواقع العالمية بنسمعه كتير لكن ربما لا نعرف الكثير عن عفرين السورية عفرين السورية سيطر عليها الأكراد منذ عام 2013 وهي إحدى مناطق الإدارة الذاتية للأكراد في سوريا والحقيقة أنها بتمثل بجانب عين العرب ومدن الحسكة كردستان كردستان السورية نحن عفرين أنه فيه كردستان عراق وكردستان سوريا وإذن هذه المنطقة أو هذه المدينة بتمثل إلى جانب عين العرب ومدن الحسكة كردستان السورية الأكراد أعلنوا في مارس 2017 اتفاقا لإنشاء قاعدة روسية فيها وترفض أنقارة بشكل واضح سيطرة الأكراد على هذه المدينة بل وتهدد أو كانت تهدد بدخولها يا الان لم تدخلها فقط وإنما بتضربها بالكماوي وشهدت عفرين منوشات بين الأكراد ونظام أردوغان دي بعض الحقائق عن سوريا مرة تانية بكرر ما بين صمت دولي ملاحظ جدا ما بين بعض الإدانات البسيطة جدا ربما لم تصل ردود أو لم تنطلق ردود كثيرة جدا حقيقة أنه إدارة مدينة عفرين بتطالب بفتح تحقيق دولي في هذا الموضوع وفي ممارسات نظام أردوغان حقيقة لو حضرتكم شفتوا المناظر واللقطات اللي فيها الأطفال واللي فيها الشيوخ واللي فيها النساء واللي فيها كل من أصاب بالكماوي لقطات أكثر من بشعة يعني إحنا كنا بندور بالشوكة والسكينة زي ما بنقول عشان نقدر نطلع بعض اللقطات اللي نقدر مهنيا نعرضها على الشاشة لأنه فيه لقطات الحقيقة يعني من الصعوبة بمكان أنك تقدر تعرضها على شاشة التلفزيون لكن خلونا من سوريا ننتقل إلى قطر لأنه سوريا طبعا بنتكلم عن ما يفعله نظام أردوغان التركي فيها من ممارسات ضد الأكراد والحقيقة أنه مش هنبعد كتير تركيا عن قطر أكيد طبعا حضرتكم عارفين أنه بالوقت الآن المجتمع الدولي ربما أصبح يعني يعول كثيرا على فكرة أنه قطر وتركيا ربما أو النظام التركي والنظام القطري ربما يكون عملتان يعني عملة ذو وجهان الحقيقة أنه بالحديث عن قطر وكالة بلومبرج وده كمان خبر مهم جدا استوقفنا قالت أن قطر ضخط حوالي 43 مليار دولار في النظام المصرفي العام الماضي وده بعد ما تسببت المقاطعة العربية التي يقودها الرباعي مصر والسعودية والإمارات والبحرين في كم كبير جدا من الخسائر وانخفاض كبير جدا في الودائع في المصارف القطرية ده يمكن الخبر اللي حنشير ليه سريعا لأنه بس ده أحيانا بيكون رد على البعض اللي بيقول فدتنا بإيه المقاطعة المقاطعة بالفعل قد تفيد إلى حد كبير على الأقل نشعر الجانب الآخر أننا لسنا بضعفاء وأن هناك عزيمة عربية عندما نتوحد وتتوحد كلمتنا ضد الإرهاب نستطيع أن نفعل